السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه وسلم وسلم. اليوم ان شاء الله جيت عندكم بوحد طاجين اللي هو صفرق الله رائع رائع جدا. اللي هو اه طاجين بالدجاج والخضر اللي اه اللي معروفة. الحمد لله لعدنا. وزيت جبت شوية ديال القرنينة. اذا بهذا الوقت دياله مشيت خرجت لضربت واحد اه المسارية هكا وجبتها وجيت وخاة صغيرة نقيتها وصغبتها وبغيت ندير بغيت نديرها طاجين مع الدجاج. وبغيت نحط هاد الوديو تنتمه اللي عجباته هاد الوصفة. اي الحمد لله ركت باع القرنينة. ورائسني لقط هاليا كان عندو شي جرداء شي حاجة قدامو. ان شاء الله ده بغان نبدو على بركاتي الله. هاد الدجاج. اي قضا يا. هادا شي شي حاجة غير لغضا ديالي ودوليدات. هاد الدجاج ديالي. مرقا يعني بالملحة والحامض. درت هاد شي اللي كتب الله. دان نحك عليها التومة. جوش طريفة ديال التومة. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو ان شاء الله. واتبعوه معي تلاخر. هادا القصبر والمعدنوس. شوية دائما كرق دجاج ديالي. القصبر والمعدنوس والعطرية ديالي. اللي كت مشي معه. الخرقو. الملحة. طرحة كتجيزوينة بزاف هادا هادا القرنينة. هادا قرينا كتجيزوينة بحليكو القنارية. هادا زيت. ديرو شوية زيت. نديرو الملحة. نديرو دك الشي العطرية اللي كت. اللي كنا نرقدو فيها جاج ديالنا. زيت واحد شوية دل ما. باش كنا نخلط هادا كل شي. وخلي شوية شوية دجاج يترقد على ما نقدر المسائل ديالي. خليه يشرب هنا يا العطرية ديالو. حي التاجين ما يمكنناش ننشحره فيه يعني كتحطي فيه مباشرة. دبع غدي نجيب التاجين ديالي هو هادا ديال الحديد. عنديش تاجين كبير ديال ديال الطين. هادا اللي كبير شوية. حل هكا البصلة قطعتها بها تشكل هكا دواور. نحطها بقعد ديال طاجين. كلما كترتي البصلة في الصراحة كتجي زوينة البصلة زوينة بززي وكتجي زوينة مع الطاجين في الصراحة. حالها تشكل هادا هكا يا. انا جبت الدجاج ديالي. يعني الطريفة اللي قدوني. انا وليداتي. مشار ملين شار بين تشار ميلة ديالي. مدعمات الصراحة. على ما قديت المسائل. زا كانت شربت. اه شرب ذاك اللاصوس اللي درتو. والعطرية ودك الشي. لابا نبدا نحط نشاء الله غنا نتخدر بالبطاطا الفليفلة. يعني اللي عندكم موجود فالدار. انا عندي هاد شي موجود فالدار درزو. وغادي نبقى هكا يا. نصيب هاد بطاطا بهاد الشكل هاكا مع الطاجين كنت جي زوينة بززي وكتجي الدورة زوينة. والمنضر زوين ودك شي معا كل الحاجة كنتمشي يزعمها صبح الله مع شكل ديالها. وغادي نقد هات شي عدا نتصامر فيه. وانتو ما عندما متبعين معايا ان شاء الله حتى انسالي. وانتو منا يعجبكم هاد الويديو يا ربي. هدا هو طاجين ديالي. انا كملتوا ساليته. بقاولي الطريفة ديال البطاطا ددتو من الداخل. قلت تعاليش نخليو. نديرتو من الداخل مع الجانب ديال الدجاج. حال هاد الشكل هاكا. كي يجيز عمان زوين مززاف. تبارك الله غير نضرا في العين رها رها مزيانة. دبا غادي نقدعو التانية القرنينة ديالي اللي يغسلتها وموهم وقديتها يعني بالمعقول. هاني رست بها كلها هكا يعلى فوق دك اللحم. وعلى فوق الخضر. ومعروف الطاجين كي يجير اي حاجة درتها في كالجيزوينة بالصراحة. ديال لا ديال الطن ولا هادا وطيطي بالمهن. كالجيزوينة الماكلة فيه. ودبا الحل بارد. مع الحل بارد. اي حاجة درتها في الطاجين را كالجيزوينة ورائعة بزف. اخوتي اخوتياتي مرحبا بيكم ان شاء الله. والاقدام والجداد. ولكي سندوني. مرحبا بيكم. لهد القناة ان شاء الله. ودائما ان شاء الله دائما الجديد. على على قد السيطعة وعلى قد لا الفيديو يديا لي. اللي كان ديرهم. وكان السامر بحال هكا كان رتسب هاد القرنينة بحالات شكل هاكا يا. على حقاش فاش كاتبرة هكا تهبط ما كاتبقاش هكا كاتبقاش هكا كاتبولي غي شوية. اي من حي الدبا اه جديدة وغسلتها كاتبارك الله كاتبقها هكا الفروع فوروع دياله ولكن كاتبولين كاتبط ما كاتبقاش مزاف عالية. دبادا كاتبقاش لاصوس اللي بقى مورد جاج. زرت عليه واحد نصف كاز للماء. وزويتها بلدية. ودرت هادة باكن اخويها فوق هات الشي كله. باش كل شي يتقاس بها ديك المرقى وبها ديك الضعطرية. اه تشكلها كايا كاتبجي زوينة بالصراحة الليلة. المنظر زعمات الصراحة مزيان. اتمنى يعجبكم يا اربي. ودخلوا عند المي مفاطيمة تسندوها وتشجعوها. هوا هادة دبا ان شاء الله غدي نغطيه. وهد طاجين ديالي ما شاء الله هو وجده. وهذا طاجين. هاي داك القرنينة هبطات كما قلت لكم مراه ما بقيتش بزيف مديره ولكن جثت رائعة دوقتها في الصراحة والله العظيم اللي جهت زوينة. نحلفكم عليها. اه يعني الحاجة ديالي الوقت دياليسانية كلها في الوقت ديالارة كتبع موجودة في الصواق كتبع. انتمنى يعجبكم هاد الفيديو ان شاء الله ويجي خفف عليك على القلوب والقلوب. وهدي ان شاء الله دائما لجديد معكم يا ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.